قسما بالله لو حططيها في بيتك مرة واحدة في السنة فأي شهر رجب شعبان رمضان والله العظيم الرزق ما هينقطع من بيتك أبدا هتمل بيتك رزقه وماله خير وهتمنع أي حسد أن يدخل بيتك تعالوا مع بعض نشوف هي ايه دي سهلة وبسيطة جدا جدا سدقيني من أسهل الحاجات اللي بتمنع الحسد والسحر من البيت وبتملأ بيتك رزقه وخير طول السنة بمرة واحدة بس لو عملتها مرة واحدة بس لو عملتها ياريت ما تبخلوش على نهاب لايك للفيديو واشتراك للقناة ويلا بينا نشوف الطريقة مع بعض سهل السلام عليكم معاكم قناة روحانيات ست البيت اتنين لسه احنا في شهر رجب ولسه كمان في أوائل شهر رجب تعالي هجولك على طريقة لو عملتيها في شهر رجب ومعاك الحد نص الشهر أو يوم خمستاشر منه تعملي الطريقة دي من الما تسمع الفيديو في أي وقت تسمعت الفيديو وفي أي وقت اخترع عليك الفيديو تقدر على طول تعمليها ولو عديت الخمستاشر يوم من شهر رجب برضو تقدر تعمليها عادي خالص مفيش مشاكل بس الأفضل ان انت تسرعي بيها وتعمليها حالا علشان تفيدك الطريقة دي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجة لازم تجي بيها في بيتك قبل نص رجب ما يخلص أو قبل ما ندخل في نص التاني من شهر رجب شهر رجب شهر الصوم وشهر العبادات هو وشعبان طبعا ورمضان ولكن بنبدأ الشهور دي بشهر رجب ومن الأفضل نكسر فيها الصلاة ونكسر فيها الصلاة عن النبي ونكسر فيها الاستغفار ونكسر فيها النوافل ونكسر فيها التسبيح ونكسر فيها كل العبادات كل الراحة النفسية كل الحاجات اللي بتؤدي للراحة النفسية والدعا الدعا يا جماعة الدعا ادعو كتير 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 في الأيام دي طيب النهاردة هقول لك على حاجة لو جبتيها في بيتك بس كده من غير ما تستخدميها ولو أن أنا هقول لها على استخدام والله العظيم بجد هتخلصك من أي مشاكل وأي عقسات وأي نكد وأي حاجة من البيت خالص خالص وتقدر بيها كمان تتخلصي تدريجيا ولو قعدتها الأخر الشهر في البيت من من السحر من العمل من أي حاجة معمولة لك من شخص يعرفك أو ما يعرف كيش عملها لك بقصد أو مش بقصد حتى لو خطيتي عليها كده من غير قصد في مرة وحصل لك عقسات واتعكست لأنه ده بيحصل لناس كتير جدا أنها تكون ماشية وتخطي على حاجة غيرها تخطي على حاجة غيرها وده بيحصل كمان للجيران المؤذية أو لما يكون عندك جار مؤذي ويبدأ يرشلك حاجة قدام البيت عشان حد معين فأنتي تيجي بالغلط أن أنت إيه تخطي عليها بالغلط أنت خطيتي عليها فكده أنت دخلت نفسك في مشكلة ودخلت فيها من غير قصد وهو كمان مش حاسس بيها فبالتالي فيه مشاكل في حياتك بالتالي فيه كل الكلام ده طريقة بتاعتنا كمان هتم لبيتك رزق هتخلي الرزق دايما في بيتك والله العظيم ما حد أحط الحاجة دي في بيته إلا والرزق منقطع من البيت تاني الرزق والخير والبركة والمال وكل الحاجات دي اللي انت ممكن تكون شغلاكي أو يعني بتدورة على علاج للكلام ده كله أو بتدورة على إن إزاي أخلي بيتي دايما مليان الرزق إزاي أخلي بيتي دايما مش مقطوع عنه الرزق البركة يا جماعة البركة فيه ناس كتير عندها الرزق بس كمان ما عندهاش البركة تعالوا مع بعض نشوف الحاجة بتاعتنا دي هي الحاجة بتاعتنا دي وهي عبارة عن دي ودي كمية مش كبيرة دي كمية صغيرة زي ما انتم شايفين هي بس يعني في كيس الصغيرة تقدر تشتريها أو تشتريها مثلا أجل من كده نص الكمية دي أو تشتريها بأي كمية بس لو عرفت جميتها في البيت أنت أصلا مش هتخليها تنقطع من البيت تمام مش هتخليها تنقطع أبدا مش هتخليها أن هي إيه تطلع من بيتك نهاية وجربيها أنا عايزاكي قبل ما تكتب تعليق منوش أي لازمة أو قبل ما تفكري أي تفكير أو قبل ما أي حد يقولك أي كلمة جربيها إحنا والله مش هنخسر حاجة إحنا هنروح نشتريها وسعرها رخيص مش غالي وتحطيها في بيتك وشوف إزاي بيها هتقدر يتم لي بيتك رزق وخير ومال لمجرد ما تجوم بوضعها في البيت وهي بتسوي إيه في البيت أو إيه بديلها عشان الناس اللي إيه ممكن تقول لي أنا ما عنديش تمام دي هي عبارة عن إيه دي عبارة عن الجمح الأخضر الجمح الأخضر الجمح الأخضر ده موجود في كل مكان بس الجمح وجوده في البيت خير وجوده في البيت رزق وجوده في البيت بركة تمام ده الجمح الأخضر جرب كده وحطيه في بيتك جرب كده هاتيه وحطيه في بيتك بس لما تحطيه ما تحطهش في كيس بلاستيك حطيه في جماشة ولفيها وربطيها حطيه في شاش ولفيه لف حتى من غير ما تربطيه حطيه في أي حاجة عفوا من غير ما أي مية من غير ما أي مية توصله يكون ناشف كده تمام يكون ناشف خلاص يبقى الجمح الأخضر هتجيبيه في البيت وتفرد جماشة نظيفة وتبدأ تاخذي الكمية دي أو كمية أجل بس مش أجل من كده كتير يعني وتحطيها في الجماشة وتبدأ أن أنت إيه تحطي الجماشة تلف فيها ولو الجماشة لها ننفع نربطها تربطيها ما ينفعش خلاص لفيها لف وعينيها في حتة يعني حطيها في مكان وحفظ على زي عينيك عينيها تمام في مكان محطش هيهزها محطش هيوجعها محطش هيرميها محطش مثلا نلقاكي ملهاش استخدام فهياخدها الجمح مدة طويلة جدا وبيقعد من السنة للسنة في البيوت ولو ما عندكيش الجمح ده بدي ليه بالجمح العادي بدي ليه بالجمح التاني ولكن يفضل الجمح الأخضر يفضل الجمح الأخضر بعد ما لفتيه بالجماشة وشلتيه وعنتيه ده بيقعد سنين في البيت تمام؟ مش هقولك ده آخره شهر ده آخره 15 يوم ده جدديه بعد كذا لا الجمح بيقعد سنين بس الجمح من الحاجات اللي وجوده في البيت بركة لو انت بتجيبه وتطحنيه كل سنة انت بتجيبه كمية كل سنة زرعين مثلا الكلام ده كله وناس كتير فاهمة كلامي ده أنا بقوله ليه وازاي وفعلا بيحصلوا لا فانت بتجيبه كمية الجمح عندك في البيت كل سنة هتخلي منها حبة كده دول تجي السنة اللي وراها جبتي جديد هتغذي فده سنويا مرة في السنة هتجومي بيها يعني سريعا تجومي تعمليها مرة في السنة وتلف فيها وتبدأ ان انت تشيليها دي بتخلي الرزق ما ينقطعش عن البيت أبدا بتخلي الخير ما ينقطعش عن البيت أبدا بس هقولك على مفاجئة هتحصل بعد ما بعد ما يعد عليها السنة لان احنا مش هنعملها اللي مرة في السنة بصوا الجمح لو انتي حطاه على ميزان على ميزان ووزنه ولنفرض ربع كيلو ولنفرض نصف كيلو بعد ما تعدي عليه لتناشر شهر أو السنة وابدقيه في الشهور دي اللي هو رجب شعبان رمضان وشيليه من البيت أو غيري غيريه برضو في الشهور دي خلاص كده يبقى على مدار الايه السنة خلصنا الشهور دي في السنة دي نجي في السنة الجاي في نفس الشهور نجددها اش هقولك بكرة ولا بعد ولا الشهر الجاي ولا تلس شهور ولا شهور فرضية ولا شهور زوجية ولا الكلام ده رجب شعبان رمضان سنويا هتجيب الميزان انت وزنه قبل ما تحطي هتيجي اول معاك ما تشيلي اتحداك لو ما لجيتي الجمح وزنه جل النص وزنه جل النص في البيت تمام ما تعمليهوش بنيت اي حاجة انت حطيه كده انت سمعتيني سمعت الفيديو خدي الجمح وابدأ يلف في زي ما بقولك كده وابدأ احطيه في بيتك يعنيه في حتة عالية في حتة في مكان سنوي يعني او في المكان اللي بتحطيه في الجمح او الكلام ده كله الدجيج الخزين حطيه في مكان كده ما فوش لمس وما فوش حد هيجرب عليه ولا حد هيروح له ولا حد الكلام ده ويعنيه عينها حلوة وابدأ يتعالي في الشهور اللي بقولك عليها دي وابدأ يفتح عليه وبنفس الميزان اللي وزنتي بيه اوزني وشوف ازاي هتلاقي نقص بيمنع دايما بيتك رزق ومال وخير بيمنع دايما الحسد من البيت لانه حاجة خضرة ومن اهم الحاجات اللي بتكون موجودة في البيت هو وبديله الحنة هو وبديله الحنة بس الحنة مستنويا الحنة يوم اتنين خمستاشر تلاتين يوم بالكتير وبنغيرها او كذا اما ده فبيقع السنة فعمليها مرة واحدة في السنة وارتاح من اي حسد واي سحر وهيمل بيتك رزق ومال وخير اي استفسار سبهوا لي اسفل الفيديو بحب تعليقاتكم جدا 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 والله العظيم بدعي لكل حد بيكتب لي تعليق وبيحطوا لي لايك للفيديو لانكم كده بتساعدوني يعني بحاجة بسيطة وبحس بمحبتكم وبحس ان فيه حد كده هو بيحبني دايما بيتكتب لي